أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وقال الذين لا يرجون لقاءنا لولا أنزل علينا الملائكة أو نرى ربنا لقد استكبروا في أنفسهم وعتوا عتوا كبيرا يوم يرون الملائكة لا بشرا يومئذ للمجرمين ويقولون حجرا محجورا وقدمنا إلى ما عملوا من عمل فاجعلناه هباء منصورا أسحاب الجنة يومئذ خير مستقرا وأحسن مقيلا ويوم تشقق السماء بالغمام ونزل الملائكة تنزيلا الملك يومئذ الحق للرحمن وكان يوما على الكافرين عسيرا ويوم يعد الظالم على يديه يقول يا ليتني اتخذت مع الرسول سبيلا يا ويلتا ليتني لما اتخذ فلانا خليلا لقد أضلني عن الزكر بعد إذ جاءني وكان الشيطان للإنسان خزولا وقال الرسول يا رب إن قوم اتخذوا هذا القرآن مهجورا وكذلك جعلنا لكل نبي عدوا من المجرمين وكفى بربك هاديا ونصيرا وقال الذين كفروا لولا نزل عليه القرآن جملة واحدة كذلك ليسبت به فوادك ورتلناه ترتيلا ولا يأتونك بمثل إلا جئناك بالحق وأحسن تفسيرا الذين يحشرون على وجوههم إلى جهنم أولئك شر مكانا واضل سبيلا ولقد آتينا موسى الكتاب وجعلنا معه أخاه هارون وزيرا فقلنا ذهبا إلى القوم الذين كذبوا بآياتنا فدمرناهم تدميرا فقوم نوح لما كذبوا الرسل أوربناهم وجعلناهم للناس آية فاعتدنا للظالمين عذابا أليما وعادا وسمودا واسحاب الرس وقرونا بين ذلك كثيرا وكلا ضربنا له الأمثال وكلا تبرنا تدبيرا ولقد أتوا على الغرية التي أمضرت عمضر السوء أفلم يكونوا يرونها بل كانوا لا يرجون نشورا وإذا رأوك إن يتخذونك إلا هزوا أهذا الذي بعس الله رسولا إن كاد ليضلنا عن آليتنا لولا أن صبرنا عليها وسوف يعلمون حين يرون العذاب من أضل سبيلا أرأيت من اتخذ إلهه هواه أفأنت تكون عليه وكيلا أم تحسب أن أكثرهم يسمعون أو يعقلون إنهم إلا كالأنعام بل هم أضل سبيلا ألم تر إلى ربك كيف مد الظل ولو شاء لجعله ساكنا ثم جعلنا الشمس عليه دليلا ثم قبضناه إلينا قبضا يسيرا وهو الذي جعل لكم الليل لباسا والنوم سباة وجعلنا النهار نشورا وهو الذي أرسل الرياح بشرا بين يدي رحمته وأنزلنا من السماء ماء طهورا لنحي به بلدة ميتا ونسقيه مما خلقنا أنعاما وأناسيا كثيرا ولقد صرفنا بينهم ليذكروا فأبى أكثر الناس إلا كفورا ولو شئنا لبعثنا في كل غرية نزيرا فلا تضع الكافرين وجاهدهم به جهادا كبيرا وهو الذي مرج البحرين هذا عزب فرات وهذا ملح عجاج وجعل بينهما برزخا وحجرا محجورا وهو الذي خلب من الماء بشرا فاجعله نسبا وسحرا وكان ربك بديرا ويعبدون من دون الله ما لا ينفعهم ولا يضرهم وكان الكافر على ربه ظهيرا وما أرسلناك إلا مبشرا ونزيرا قل ما أسألكم عليه من أجر إلا من شاء أن يتخذ إلى ربه سبيلا وتوكل على الحي الذي لا يموت وسبح بحمده وكفى به بذنوب عباده خبيرا الذي خلق السماوات والأرض وما بينهما في ستة أيام ثم استوى على العرش الرحمن فاسأل به خبيرا وإذا قيل لهم اسجدوا للرحمن قالوا وما الرحمن أنا اسجد لما تأمرنا وزادهم نفورا أنا اسجد لما تأمرنا وزادهم نفورا تبارك الذي جعل في السماء بروجا وجعل فيها سراجا وقمرا منيرا وهو الذي جعل الليل والنهار خلفة لمن أراد أن يذكر أو أراد شكورا وعباد الرحمن الذي يمشون على الأرض هونا وإذا خاضبهم الجاهلون قالوا سلاما والذين يبيتون لربهم سجدا وقياما والذين يقولون ربنا اصرف عنا عذاب جهنم إن عذابها كان وراما إنها ساءت مستقرا ومقاما والذين إذا أنفقوا لم يسرفوا ولم يغتروا وكان بين ذلك قواما والذين لا يدعون مع الله إلها آخر ولا يغتلون النفس التي حرم الله إلا بالحق ولا يزنون ومن يفعل ذلك يلقى أثاما يضاعف له العذاب يوم القيامة ويخلد فيه مهانا إلا من تاب وآمن وعمل صالحا فأولئك يبدل الله سيئاتهم حسنات وكان الله وفورا رحيما ومن تاب وعمل صالحا فإنه يتوب إلى الله متابا والذين لا يشهدون الزور وإذا مروا بالله مروا كراما والذين إذا ذكروا بآيات ربهم لم يخروا عليها صما وعميانا والذين يقولون ربنا هبلنا من أزواجنا وزرياتنا قرة عيني وجعلنا للمتقين إماما أولئك يجزون الغرفة بما صبروا ويلقون فيها تحية وسلاما خالدين فيها حسنة مستبرا ومقاما قل ما يعبوا بكم ربي لولا دعائكم فقد كذبتم فسوف يكون لزاما بسم الله الرحمن الرحيم طاسين ميم تلك آيات الكتاب المبين لعلك باخع نفسك ألا يكونوا مؤمنين إن شأن نزل عليهم من السماء آية فظلت أعناقهم لها خاطعين وما يأتيهم من زكر من الرحمن محدس إلا كانوا عنهم عرضين فقد كذبوا فسيأتيهم أنباء ما كانوا به يستهزئون أولم يروا إلى الأرض كم أنبتنا فيها من كل زوج كريم إن في ذلك لآية وما كان أكثرهم مؤمنين وإن ربك لهو العزيز الرحيم وإذ نادى ربك موسى أن ائتي القوم الظالمين قوم فرعون ألا يتقون قال رب إني أخاف ويكذبون ويطيق صدري ولا ينطلق لساني فأرسل إلى هارون ولهم علي زنب فأخاف أن يقتلون قال كلا فاذهبا بآياتنا إنا معكم مستمعون فأتي يا فرعون فقولا إنا رسول رب العالمين أنا أرسل معنا بني إسرائيل قال ألم نربك فينا وليدا ولبست فينا من عمرك سنين ففعلت فعلتك التي فعلت وأنت من الكافرين قال فعلتها إذا وأنا من الضالين ففررت منكم لما خفتكم فوهب لي ربي حكما وجعلني من المرسلين وتلك نعمة تمنها علي أن عبدت بني إسرائيل قال فرعون وما رب العالمين قال رب السماوات والأرض وما بينهما إن كنتم موقنين قال لمن حوله ألا تستمعون قال ربكم ورب آبائكم الأولين قال إن رسولكم الذي أرسل إليكم لمجنون قال رب المشرق والمغرب وما بينهما إن كنتم تعقلون قال لئن اتخذت إلها غيري لأجعلنك من المسجونين قال ولو جئتك بشيء مبين قال فأت به إن كنت من الصادقين فالغاصاه فيذا هي سعبان مبين ونزع يده فيذا هي بيضاء للناظرين قال للملي حوله إن هذا لساحر عليم يريد أن يخرجكم من أرضكم بسحره فماذا تأمرون قالوا أرجه قالوا أرجه وأخاه وابعز في المدائن حاشرين يأتوك بكل سحار عليم فجمع السحرة لميقات يوم معلوم فقيل للناس هل أنتم مجتمعون لعلنا نتبع السحرة إن كانوهم الغالبين فلما جاء السحرة قالوا لفرعون أئن لنا لأجرا إن كنا نحن الغالبين قال نعم إنكم ذل من المقربين قال لهم موسى ألقوا ما أنتم ملقون فألقوا حبالهم وعصيهم وقالوا بعزة فرعون إنا لنحن الغالبون فألقى موسى عصاه فإذا هي تلقف ما يأفكون فألقي السحرة ساجدين قالوا آمنا برب العالمين رب موسى وهارون قال آمنتم له قبل أن آزن لكم إنه لكبيركم الذي علمكم السحر فلسنف تعلمون لأغضي عن أيديكم وأرجلكم من خلاف ولأصلبنكم أجمعين قالوا لا ضير إنا إلى ربنا من مقلبون إنا نضمع أن يغفر لنا ربنا خضايانا أن كنا أولى المؤمنين فأوحينا إلى موسى نسر بعبادي إنكم متبعون فأرسل فرعون في المدائن حاشرين إن هؤلاء لشرزمة قليلون فإنهم لنا لغائضون فإنا لجميع حازرون فأخرجناهم من جنات وعيون وكنوز ومقام كريم كذلك أغرسناها بني إسرائيل فأتبعوهم مشرقين فأتبعوهم مشرقين فلما ترى الجمعان قال أصحاب موسى إنا لمدركون قال كلا إن معي ربي سيهدين فأوحينا إلى موسى أن يضرب بعصاك الحجر فانفلق فكان كل فرق كالضوض العظيم وأزلفنا ثم الآخرين وأوجينا موسى ومن معهم أجمعين ثم أوربنا الآخرين إن في ذلك الآية وما كان يكسرهم مؤمنين وإن ربك لهو العزيز الرحيم واتن عليهم نبا إبراهيم إذ قال ليبيه وقومه ما تعبدون قالوا نعبدسنا من فنظل لها عاكفين قال هل يسمعونكم إذ تدعون أو ينفعونكم أو يضرون قالوا بل وجدنا آباءنا كذلك يفعلون قال أفرأيتم ما كنتم تعبدون أنتم آباءكم الأقدمون فإنهم عدوا لي إلا رب العالمين الذي خلقني فهو يهدين والذي هو يدعمني ويسقين وإذا مردت فهو يشقين والذي يميتني ثم يحيين والذي أضمع ويغفر لي خطيئتي يوم الدين رب هب لي حكما والحقني بالصالحين واجعل لي لسان صدق في الآخرين واجعلني من ورسة جنة النعيم واغفر ليبيه إنه كان من الطالين ولا تحزني يوم يبعثون يوم لا ينفع مال ولا بنون إلا من أتى الله بقلب سليم وأزلفت الجنة للمتقين وبرزت الجحيم للغاوين فقيل لهم أينما كنتم تعبدون من دون الله هل ينصرونكم أو ينتصرون فكبكبوا فيها هم والغاوون وجنود إبليس أجمعون قالوا وهم فيها يختصمون تالله إن كنا لفي ضلال مبين إذ نسويكم برب العالمين وما أضلنا إلا المجريمون فما لنا من شافعين ولا صديق حميم فلو أن لنا كرة فنكون من المؤمنين إن في ذلك لآية وما كان أكثرهم مؤمنين وإن ربك لهو العزيز الرحيم كذبت قوم نوحي للمرسلين إذ قال لهم أخوهم نوح ألا تتقون إني لكم رسول أمين فاتقوا الله ما يطيعون وما أسألكم عليه من أجر إن أجري إلا على رب العالمين فاتقوا الله ما يطيعون قالوا أنؤمن لك واتبعك الأرزلون قال وما علمي بما كانوا يعملون إن حسابهم إلا على ربي لو تشعرون وما أنا بطارد المؤمنين إن أنا إلا نزير مبين قالوا لئن لم تنتهي يا نوع لتكونن من المجرمين قال رب إن قومي كذبون فافتح بيني وبينهم فاتحوا ونجني ومن معي من المؤمنين فانجيناه ومن معه في الفلك المشحون ثم أوربنا بعد الباقين إن في ذلك لا آية وما كان أكثرهم مؤمنين وإن ربك لهو العزيز الرحيم كذبت عاد للمرسلين إذ قال لهم أخوهم هود لا تتقون إني لكم رسول أمين فاتقوا الله ما يطيعون وما أسألكم عليه من أجر إن أجري إلا على رب العالمين أتبنون بكل الريع آية تعبسون وتتخذون مصانع لعلكم تخلدون فإذا بضشتم مضشتم جبانين فاتقوا الله ما يطيعون فاتقوا الذي أمتكم بما تعلمون أمتكم بأنعام وبنين وجنات وعيون إني أخاف عليكم عذاب يوم عظيم قالوا سواء علينا أوعزت أم لم تكن من الواعزين إن هذا إلا خلق الأولين وما نحن بمعزبين فكذبوه فهلكناهم إن في ذلك لا يه وما كان أكثرهم مؤمنين فإن ربك لهو العزيز الرحيم كذب السمود المرسلين إذ قال لهم أخوهم صالحون لا تتقون إني لكم رسول أمين فاتقوا الله ما يطيعون وما أسألكم عليه من أجر إن أجري إلا على رب العالمين أتتركون فيما ها هنا آمنين أتتركون فيما ها هنا آمنين في جنات وعيون وزروع ونخل ضلعها هطين وتنحتون من الجبال بيوتا فارهين فاتقوا الله ما يطيعون ولا تضيعوا أمر المسرفين الذين يفسدون في الأرض ولا يصلحون قالوا إنما أنت من المسحرين ما أنت إلا بشر مثلنا فأتي بآية إن كنت من الصادقين قال هذه ناغة لها شرب ولكم شرب يوم معلوم ولا تمسها بسوء فيأخذكم عذاب يوم عظيم فعبرها فأسبحوا نادمين فيأخذهم العذاب إن في ذلك لا يهب وما كان أكثرهم مؤمنين وإن ربك لهو العزيز الرحيم كذبت قوم لوض المرسلين إذ قال لهم أخوهم لوض لا تتقون إني لكم رسول أمين فاتقوا الله ما يطيعون وما أسألكم عليه من أجر إن أجري إلا على رب العالمين أتأتون الذكران من العالمين وتذرون ما خلق لكم ربكم من أزواجكم بل أنتم قوم عادون قالوا لئن لم تنتهي يا لوض لتكونن من المخرجين قال إني لعملكم من الغالين رب نجني وأهلي مما يعملون فنجيناه وأهله أجمعين إلا عجوزا في الغابرين ثم دمرنا الآخرين وأمدرنا عليهم مطرا فساء مطر المنزرين إن في ذلك لا يهب وما كان أكثرهم مؤمنين وإن ربك لهو العزيز الرحيم كذب أصحاب الأيكة المرسلين إذ قال لهم شعيب ألا تتقون إني لكم رسول أمين فاتقوا الله واطيعون وما أسألكم عليه من أجر إن أجري إلا على رب العالمين أنف الكيل ولا تكونوا من المخسرين فازنوا بالقصطاس المستقيم ولا تبخسوا الناس شياءهم ولا تعزوا في الأرض مفسدين واتقوا الذي خلبكم والجبلة الأولين قالوا إنما أنت من المسحرين وما أنت إلا بشر مثلنا وإن ظنك لمن الكاذبين فأسقض علينا كسفا من السماء إن كنت من الصادقين قال ربي أعلم بما تعملون فكذبوه فأخذهم عذاب يوم الظلة إنه كان عذاب يوم عظيم إن في ذلك الآية وما كان أكثرهم مؤمنين فإن ربك لهو العزيز الرحيم فإنه لتنزيل رب العالمين نزل به الروح الأمين على قلبك لتكون من المنذرين بلسان عربي مبين وإنه لفي زبر الأولين أولم يكن لهم آية أن يعلمه علماء بني إسرائيل ولو نزلناه على بعض الأعجمين فبرأه عليهم ما كانوا به مؤمنين كذلك سلكناه في قلوب المجرمين لا يؤمنون به حتى يروا العذاب الأليم فيأتيهم بغتة وهم لا يشعرون فيقولوا هل نحن منظرون أفبعذابنا يستعجنون أفرأيت إن متعناهم سنين ثم جاءهم ما كانوا يعدون ما أونى عنهم ما كانوا يمتعون وما أهلكنا من غرية إلا لها منذرون ذكرا وما كنا ظالمين وما تنزلت به الشياطين وما ينبغي لهم وما يستطيعون إنهم عن السمع لمعزولون فلا تدعوا مع الله إلها آخر فتكون من المعزبين فأنزل عشيرتك الأغربين واخفض جناحك لمن اتبعك من المؤمنين فإن عصواك فقل إني بريء مما تعملون وتوكل على العزيز الرحيم الذي يراك حين تقوم وتقلبك في الساجدين إنه هو السميع العليم هل أنبئكم على من تنزل الشياطين تنزل على كل يفاك أسيم يلقون السمع ويكسرهم كاذبون والشعراء يتبعهم الواغون ألم تر أنهم في كل وادي يهيمون وأنهم يقولون ما لا يفعلون إلا الذين آمنوا عملوا الصالحات وذكروا الله كثيرا وانتصروا من بعد ما ظلموا وسيعلم الذين ظلموا أن يموقلبيا مقلبون بسم الله الرحمن الرحيم طاسين تلك آيات القرآن وكتاب مبين هدى وبشرى للمؤمنين الذين يقيمون الصلاة ويؤتون الزكاة وهم بالآخرة هم يوقنون إن الذين لا يؤمنون بالآخرة زينا لهم أعمالهم فهم يعمهون أولئك الذين لهم سوء العذاب وهم في الآخرة هم الأخسرون وإنك لتلقى القرآن من لدن حكيم عليم إذ قال موسى لأهله إني آنست نارا ساتيكم منها بخبر أو آتيكم بشهاب قبس لعلكم تسطلون فلما جاءها نودي أنبورك من في النار ومن حولها فسبحان الله رب العالمين يا موسى إنه أنا الله العزيز الحكيم وألقي عصراك فلما رآها تهتز كأنها جان ولا مدبرا ولم يعقب يا موسى لا تخف إني لا يخاف لدي المرسلون إلا من ظلم ثم بتل حسنا بعد سوء فإني غفور رحيم وأدخل يدك في جيبك تخرج بيضاء من غير سوء في تسع آيات إلى فرعون وقومه إنهم كانوا قوما فاسقين فلما جاءتهم آياتنا مبصرة قالوا هذا سحر مبين وجحدوا بها واستيقنتها أنفسهم ظلما وعلوا فانظر كيف كان عاقبة المفسدين فلقد آتينا داود وسليمان علما وقال الحمد لله الذي فضلنا على كثير من عباده المؤمنين وبرس سليمان داود وقال يا أيها الناس علمنا منطق الضير وأوتينا من كل شيء إن هذا لهو الفضل المبين وحشر لسليمان جنوده من الجن والإنس والطير فهم يوزعون حتى إذا أتوا على واد النمل قالت نملة يا أيها النمل دخلوا مساكنكم لا يحدمنكم سليمان وجنوده وهم لا يشعرون فتبسم ضاحكا من قولها وقال رب يوزعني أن أشكر نعمتك التي أنعمت علي وعلى والدي وأن أعمل صالحا وأن أعمل صالحا ترضاه وادخلني برحمتك في عبادك الصالحين فتفقذ الضير فقال ما لي لا أرى الهدهد أم كان من الغائبين لأعذبنه عذابا شديدا أو لأزبحنه أو ليأتيني بسلطان مبين فمكس غير بعيد فقال أحط بما لم تحيط به وجئتك فمكس غير بعيد فقال أحط بما لم تحيط به وجئتك من سباء بنباء يقين إني وجدت إني وجدت امرأة تملكهم وأوتيت من كل شيء ولها عرش عظيم وجدتها وقومها يسجدون للشمس من دون الله وزين لهم الشيطان أعمالا فصدهم عن السبيل فهم لا يهتدون ألا يسجدوا لله الذي يخرج الخبأ في السماوات والأرض ويعلم ما تخفون وما تعلنون الله لا إله إلا هو رب الأرش العظيم قال سننظر أصدقت أم كنت من الكاذبين اذهب بكتاب هذا فألقه إليهم ثم تول عنهم فانظر ماذا يرجعون قالت يا أيها الملأ إني ألقي إلي كتاب كريم إنه من سليمان وإنه بسم الله الرحمن الرحيم ألا تعالوا علي وأتوني مسلمين قالت يا أيها الملأ أفتوني في أمري ما كنت قاضعة أمرا حتى تشهدون قالوا نحن ألو قوة وألو بأس شديد والأمر إليك فانظري ماذا تأمرين قالت إن الملوك إذا دخلوا قرية أفسدوها وجعلوا أعزة أهلها أذلة وكذلك يفعلون وإني مرسلة إليهم بهدية فناظرة بما يرجع المرسلون فلما جاء سليمان قالت مدونني بمال فما آتا فما آتاني الله خير مما آتاكم بل أنتم بهديتكم تفرحون ارجع عليهم فلنأتينهم بجنود لا قبل لهم بها ولنخرجنهم منها أذلة وهم صاغرون قال يا أيها الملو أيكم يأتيني بعرشها قبل أن يأتوني مسلمين قال قال عفريت من الجن أنا آتيك به قبل أن تقوم من مقامك وإني عليه لقوي أمين قال الذي عنده علم من الكتاب أنا آتيك به قبل أن يرتد إليك ضرفك فلما رآه مستقرا عنده قال هذا من فضل ربي ليبلوني أشكر أم أكفر ومن شكر فإنما يشكر لنفسه ومن كفر فإن ربي غني كريم قال نكروا لها عرشها ننظر أتهتدي أم تكون من الذين لا يهتدون فلما جاءت قيل أهكذا عرشك قالت كأنه هو وأوتينا العلم وأوتينا العلم من قبلها وكنا مسلمين وسطها ما كانت تعبد من دون الله إنها كانت من قوم كريم قيل لها دخل الصرح فلما رأته حسبته لجة وكشفت عن ساقيها قال إنه صرح ممرد من قوارير قال رب إني ظلمت نفسي وأسلمت مع سليمان لله رب العالمين ولقد أرسلنا إلى سمود أخاهم صالحا أن يعبدوا الله فإذا هم فريقان يختصمون قال يا قوم لم تستعدلون بالسيئة قبل الحسنة لولا تستغفرون الله لعلكم ترحمون قالوا الطيران بك وبمن معك قال داعركم عند الله بل أنتم قوم تفتنون وكان في المدينة تسعة رهد يفسدون في الأرض ولا يصلحون قالوا تغاسموا بالله لنبيتنه وأهله ثم لنقولن لوليه ما شهدنا مهلك أهله وإنا لصادقون ومكروا مكرا ومكرنا مكرا وهم لا يشعرون فانظر كيف كان عاقبة مكرهم أنا دمرناهم وقومهم أجمعين فتلك بيوتهم خاوية بما ظلموا إن في ذلك لآية لقوم يعلمون فأنجينا الذين آمنوا وكانوا يتقون ولوضا إذ قال لقومه أتأتون الفاحشة وأنتم تبصرون إِنَّكُمْ لَتَأْتُونَ الرِّجَالَ شَهْوَةً مِنْ دُونِ النِّسَاءِ بَلْ أَنْتُمْ قَوْمُ تَجْهَلُونَ سَدَكَ اللّٰهُ الْعَظِيمُ إِكْتَانِ سَجِدَ مِنْ تَجْهَلُونَ إِكْتَانِ سَجِدَ مِنْ تَجْهَلُونَ سَجَدْ مِنْ تَجْهَلُونَ أَنْتُمْ تَجْهَلُونَ سُقُقُمْ سَجِدُونَ تَجْهَلُونَ سَجِدُونَ سُتْقِندُونَ شكرا